منتخب مصر لكورة القدم يحتفل بالطائرة الخاصة بتورطة يمكن طبعا فيه طائرة خاصة لمنتخب المصري ودي كان فيها احتفالية كبيرة جدا حاجة بصراحة حلوة لما يكون فيه طيارة عليها صور لعيبي المنتخب معمولة بشكل جيد شكلها حلو ودي طبعا هتكون طائرة المنتخب في المونديال طبعا طائرة المنتخب دي الأقلت المنتخب النهاردة طبعا سافروا لسويسرا فيه مباراتين وديتين أولى استعدادة المنتخب المصري لكأس العالم في روسيا هتكون المباراة الأولى أمام المنتخب البرتغالي هتكون يوم الجمعة وتحديدا فيه تمام العشر إلى الربع والمباراة الثانية أمام المنتخب اليوناني وهتكون يوم الثلاث برضو في نفس التوقيت الساعة عشر إلى الربع كل التوفيق للمنتخب المصري كلنا حطين أمال كبيرة جدا على المنتخب المصري بشكل كويس وبشكل جيد ونفسنا للمنتخب المصري يأدي بصراحة ميستر هيكتور كوبر والجهاز المعاون بيأده بشكل كويس جدا وبأده بشكل رائع وجهة نظري أن هيكتور كوبر عمل كل حاجة سواء كان وصوله لنهائي بطولة الأمم بعد فترة طويلة وفترة صعبة على المنتخب اللي لم يكن يتأهل لبطولته المحببة بعد اقتناصها في 2006 و2008 و2010 الكلام كان التأهل لبطولة الأمم وعندما تأهلنا لبطولة الأمم الناس بقى بتاعدي تتكلم طبعا عايزين أداء المباراة الحلوة اللي لعبناء الوحيدة دي مصادفة كانت أمام المنتخب الكاميرون وكانت في النهائي ويدل اللي اتغلبنا فيها طبعا تصفات كاس العالم المنتخب بكسر أرقام كتيرة جدا مع ميستر هيكتور كوبر وبنتمنى له التوفيق لأنه عندنا طموح حلو وبعندنا يعني رغبة في التواجد بشكل مماز يمكن في كاس العالم 90 وهي كاس العالم الأخيرة من 28 سنة واللي كنا لسه يعني أطفال ما كناش كبار قوي وتفرجنا وهدف الكابتن مجدي عبدالغاني هو ده اللي عالق في الأزهان دلوقتي عندنا لعيبة محترفة بشكل جيد جدا مو مو صلاح يعني محمد صلاح ده عامل حالة في العالم كله يعني محمد صلاح عامل لنا حالة في العالم كله محمد صلاح أيقونة الكرة المصرية وتحس ان هو يعني يعني طاقت سعادة كده طاقت سعادة وعمل حالة من البهجة والسرور وعمل حالة من الثقة كبيرة جدا عامل حالة من الثقة كبيرة عند كل الجماهير المصرية كلام ده مش عايز اقوله عند صلاح بس عايز اقوله عند النني عايز اقوله عند كل لاعب عايز اقوله عند عصام الحضرة في الدورة السعودي عايز اقوله عند كل لاعب بيقدي بشكل كويس كل لاعب في مركزه لكن طبيعي اللعيب اللي بيهدف اللعيب اللي هو هدف الدولة الانجليزي محمد صلاح اللي بيهدف بشكل كويس انت بتبصله بشكل مختلف هكتور كوبر غير طريقته ما غيرش طريقته احنا عايزين الاداء يكون بشكل محترم بشكل جيد يليغ بامكانات اللعيبة اللي موجودة في منتخب مصر في هذا التوقيت ان شاء الله ربنا احميهم كلهم من الاصابة اللعيبة ماشية وبتقدي بشكل كويس اللعيبة بصراحة متقلقة وعايز اقول بقى على خبر كان تقارير انجليزية كتير في الساعات الاخيرة بتتكلم عن انتقال رمضان صبحي الى ليفربول والتقرير الانجليزية اكدت ان محمد صلاح هو كلمة السر في احتمالية انتقال رمضان صبحي الى ليفربول مقابل 15 مليون استرلين طبعا رمضان صبحي العيب مميز الفترة اللي فاتت ما كانش بيشارك بالشكل الامثل ولكن الخبر ده عامل حالة كده من الرواج في المواقع الانجليزية في الساعات الاخيرة كل التوفيق لرمضان صبحي لعيبنا المميز اللي بيقدي بشكل مميز بعسة المنتخب طبعا النهاردة كان الاجتماع والسفر وصلوا طبعا بشكل يعني في حمامية بين كل اللاعبين وضرت كوليس كتير جدا هنتكلم مع ديوفنا لكن بنتمنى كل التوفيق للمنتخب المصر